أركان الصلاة أربعة عشر الأول القيام مع القدرة فلابد في الفريضة من القيام يسقط القيام عن المريض العاجز عن القيام بالكلية لا يستطيع أن يقوم أو يستطيع أن يقوم لكن يأتيه ألم شديد ولا يخشع في الصلاة في هذا يصلي جالسه أما النافل يصلي جالسا وهو صحيح معافة لكن يأخذ نصف أجر القائم أما النافل يصلي جالسا وهو صحيح معافة لكن يأخذ نصف أجر القائم ثاني تكبيرة الإحرام هو قول الله أكبر أما النافل يصلي جالسا وهو صحيح معافة أن يقول الله أكبر ثم قراءة الفاتحة لا بد أن تقرأ الفاتحة في الفريضة أو في النافلة وفي السرية وفي الجهرية وفي كل ركعة لا تسقط الفاتحة إلا إذا أدرك الإمام راكعا يكبر تكبيرة الإحرام ويركع وتسقط عنه الفاتحة بقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم الركوع ولا اعتدال من الركوع ثم السجود على عضاء السبعة والرفع من السجود والجلسة بين السجدتين والترتيب بين الأركان والطمأنينة في كركم يعني لا يسرع في الصلاة ينقر الصلاة نقر والتشهد الأخير قراءة التشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة الإبراهيمية والتسلمة والله أعلم والله أعلم ديدي